اشتركوا في القناة بداية في هذه الخطة يعني في الحقيقة أنا لا أحبذ الحديث عن أزمة في الاقتصاد الصيني لا يمكن الحديث عن ذلك وإنما هناك تباطئ واضح في النمو في معدلات النمو وهذا يتجزد أيضا في الخطة الخمسية التي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 6.5% سنويا ولكن هذا التواطئ كان كبيرا جدا إذا مقرنناه بالنمو الكبير وهو معدل متواضع للغاية مقارنة بمعدلات النمو السائدة في الفترات الماضية التي كانت تزيد عن 10% ومع ذلك هناك شكوك كبيرة تحيط بقدرة الصين على تحقيق هذا المعدل رغم تواضعه بالنسبة للمقاييس الصينية لماذا؟ لأنه في الحقيقة هناك مشاكل كبيرة في القطاع المصرفي هناك مشاكل في النظام المالي وهناك مشاكل في القطاع العام وكل هذه القطاعات لابد من إعادة هيكلتها وإجراء إصلاحات جذرية فيها وفي تقديري هناك صعوبات تنتظر الصين في هذه المجالات بالذات ما رأيك بآفاق النجاح مبدئيا لهذه الخطة التي وضعتها؟ يعني الصين تحاول تعديل استراتيجيتها لنمو من خلال تركيء ليس على الكم وإنما على النوع وهذه مسألة مهمة للغاية وصحيحة ولكن طبعا هذه المسألة أيضا محفوفة بالمخاطر لأنه تتطلب أيضا كما ذكرت مثلا إصلاح القطاع العام هناك عشرات الآلاف من مؤسسات الدولة التي لا تزال تعمل بطريقة متخلفة للغاية وبطبيعة الحال هذه الإصلاحات ستعني أيضا تسريح عشرات وربما مئات الآلاف من العمالة وطبعا هذه قضية ليست بالحينة إذن هناك إصلاحات مؤلمة تنتظر الصين في المستقبل نعم وهناك أيضا تخوفات كبيرة يرتعد منها ليس فقط الاقتصاد الصيني وإنما الاقتصاد العالمي بمجمله فالصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعني طب هل برأيك الدول الصناعية الكبرى كان بإمكانها اتخاذ إجراءات احتياطية معينة لتجنب سيناريو كهذا في حال تعثر الاقتصاد الصيني؟ طبعا الاقتصاد الصيني لا يزال حتى الآن يعتمد على الصادرات وبالتالي طبعا أي أداء الاقتصاد الصيني يعتمد على داء الاقتصادات الأخرى وخاصة الأمريكي والأوروبي في الوقت الحاضر على الأقل الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الألماني يمر بمرحلة جيدة وطبعا هذا يساعد في تحفيز الطلب على المنتجات الصينية ولكن طبعا هذه القضية تعتمد في الدرجة الأولى ليس على الدول الصناعية وإنما على الصين نفسها الاقتصاد الصيني بدأ يفقد مزاياه يعني أهم مزاياه هو كانت الرخص يعني الإجور القليلة ولكن بطبيعة الحال نتيجة لمرور سنوات الآن العمالة الصينية تريد أيضا أن تستفيد من ثمارات هذا النمو وهناك طبعا أيضا توجه من الحكومة لرفع الإجور بهدف رفع الطلب المحلي وبالتالي فرص النمو في الاقتصاد الصيني ستكون أقل مما كانت عليه سابقا تب ذكرت نقطة مهمة الاقتصاد الصيني أهم ما يميزه هو الرخص بالفعل البداعة الصينية أو علامة صنعة في الصين كانت رمزا للرخص والتقليد وربما النوعية غير جيدة هل لديها برأيك فرصة لأن تنافس علامات مثل صنعة في اليابان أو صنعة في ألمانيا ولو باختصار طبعا هذه السمعة المنتجات الصينية ليست جيدة مقارنة على سبيل المثال بالمنتجات الألمانية ولكن الخطة الخمسية تحاول التركيز على ذلك من خلال التركيز على الإبداع والبحث العلمي ولكن هذا طريق طويل ويتطلب سنوات طويلة دكتور ناجح العبيدي شكرا على هذه المعلومات القيمة